السؤال اللي بعد كده هل المفروض نشجع على توقمة التوقم يعني يبقى لبسوهم زي بعض وألعبهم زي بعض والإجابة ان ده طبعا غلط مهم جدا يا جماعة إدراك من البداية ان التوقمين دول رغم انه حتى لو توقمين متماثلين بس هما شخصين مختلفين بقولكوا حتى لو كانوا توائم متطبقة لان فيه اختلاف نفسي ما بينهم وفيه اختلاف في النمو العاطفي وفيه اختلافات في النمو والتطور الصحي يعني عادة على فكرة التوائم عادة ما بقولش ان ده القانون عادة بيتولدوا بدري عن معده يعني بيتولدوا ما بيكملوش فترة الحمل كلها وعادة برضو بيكونوا اصغر حجما عند الولادة خلاص بتلاقي بينهم اي ام عندها توقم دلوقتي او مرت بهذه التجربة انا واثق انها هتقول قد اللي انا هقوله ده مئة مرة بيكون فيه بينهم اختلافات في الرضاعة واختلافات في الشخصيات واختلافات في نمط النوم التوائم اصلا بتميل الى الاختلاف حتى وان ظهر انه فيه احيانا كده الناس اللي عندهم توقم يقولوا ايه احنا عندنا توقم هم اتنين بنتين اولا دين بس فيه واحد منهم قائد والتاني تابع له يعني خلاص الحقيقة ان ده حاجة مؤقتة يعني حتى لو ده بان بان لنا لكن ده مش الحقيقة الحقيقة العلمية ان كل توقم او كل طفل لديه شخصية خلاص حتى بصمات الاصابع بتكون مختلفة تمام كده لازم كمان احنا من ناحيتنا نشجع الاختلافات ونشجع نمط النمو المستقل من اول اختيار الاسم يعني ما يبقاش اسامي حسن وحسين لا ده غلط يبقى زي كده حسام وابراهيم يعني اسمين مختلفين تماما خلاص عشان ما تبقاش الاسامي ملخبطة فيبقى الاطفال التوقم لازم يحسوا بالاستقلالية بقول لكم من اول اختيار الاسم. التوقم كمان بيحبوا انهم يلعبوا مع بعض اكتر من اللعب مع الاخرين دي ملحوظة طبية يعني ما تقلقوش لو لقيتوا اطفال توقم مش بتحب تلعب مع الاطفال التانية كتير خلاص. وعايز انا بيهكم لحاجة ان قدرة التوقم على التواصل الاجتماعي مع اللي حواليهم بتكون اسرع. يعني ده مش معنى كده انهم هم مثلا بيحبوا يلعبوا مع بعض فهم بقوا منغلقين اجتماعيا او عندهم انتوق. لا. هم بيبقوا منفتحين جدا على المجتمع المحيط بيهم لدرجة انه يا ما فيه توائم في سن صغير جدا لمجرد يعني بدايات سن الادراك. بيكون احد الالعاب الممتعة جدا بالنسبة لهم ان هم يلخبطونا. يلخبطونا فيهم يعني هم بيعتبروا انه هم كده بيعملوا لعبة وبيعرفوا يتحكوا علينا وطبعا يعني 100% مش هقول 99% مننا بنتلخبط. بنتلخبط في الاسامي ومنلخبط في الحاجات وهكذا. طيب ايه السؤال اللي بعد كده اللي سألنا برضو في التقرير. هل الصح ان التوقم يكونوا مع بعض على طول ولا لازم نفصلهم والحقيقة ان بقى الموضوع ده بالذات كان محل جدل كبير جدا. لكن الاجابة العلمية الفاصلة هي انه الصح انهم يكونوا مع بعض اطول وقت ممكن في العمر الصغير في الشهور الاولى لكن لازم يكون فيه فترات قصيرة من الانفصال وده عشان نشجع الانفتاح الاجتماعي عندهم. لما يجبروا شوية يعني. احسن الاوقات لتجارب فترات الانفصال مش هتتصدقوا بقى بتكون وقت اللعب يعني لما يجوا يلعبوا. يعني انت ممكن مثلا عندك توقمهو. خد انت واحد والاب ياخد واحد وكل واحد منهم يعني كل واحد منك ويلعب مع واحد منهم بطريقة مختلفة ولعبة مختلفة فاهمين قصدي؟ الاوقات دي بتشجع يعني فكرة الانفصال الصحي يعني. كمان بيكون فيه ضرورة في حال يعني ان احنا نفصلهم لو حصل اختلاف في نمط او شكل النوم عند احد الطفلين. يعني لو فيه طفل بينام بطريقة ملخبطة شوية بمفروض ما يقلقش التاني. في المدارس كمان بيفضلوا انه يكونوا الاطفال التوقم منفصلين في فصول المدرس. وده عكس برضو مناس كتيرة متصورة. اما اخر موضوع فهو هل فعلا التوائم بتحس ببعض بطريقة مختلفة عن الطبيعي ولا ده يعني كلام سينما وكلام ده كله. الحقيقة ايوة انه في التوائم المتطابقة بيكون فيه بينهم روابط وجدانية بالغة القوة وشديدة التأثير والامانة العلمية تقتضي ان انا اقول لكم ان بيحصل بينهم حتى ما يعرف بالتلبثي او التخاطب عن بعض بيحسوا ببعض حتى لو في قرات مختلفة. وليس هناك تفسير علمي شافي لهذا الامر حتى الان. لهذا الترابط الوجداني الكبير جدا. تلاقي واحد توقم مثلا متألم او عيان. تلاقي اخوه او يعني في بلد تانية يشعر انه عيان ويشعر انه تعبان ده شيء من الحاجات الكتير جدا في العلم اللي لسه محل دراسة ومحل بحث.